التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتيري عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعدة بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لهدنة في القطاع كما تناول الاتصال بحث ما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية سعيا لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنبا لتوسيع دائرة الصراع فضلا عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع تضمن الاتصال أيضا التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية طلق وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين ذكرت الخارجية في بيان أن المباحثات تركزت على مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في رفح الفلسطينية والمرحلة الدقيقة التي تمر بها في المساوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين أكد شكري خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت كما اتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حدا المعساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة جدد وزير الخارجية لنظره الأمريكي التأكيد على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية وما ستسفر عنه من تدعية إنسانية كارثية على أكثر من 1.4 من 10 مليون فلسطينية وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة وهو الأمر الذي وفقه عليه وزير خارجية الولايات المتحدة وتم التجديد على الرفض القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس وأضف البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس لفتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لجئين الفلسطينيين لأونروا أنها أغلقت مؤقتا مجمع مكاتبها في القصة الشرقية المحتلة بعدما حاول متطرفون إسرائيليون إحرقه مرتين قال المفاوض العام لوكالة الأونروا في لبا لازاريني إن إسرائيليين أدرموا النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للوكالة في القصة الشرقية المحتلة مضيفا أن حياة موظف الأمم المتحدة تعرضت لخطر جسيم أعلنت حركة حماس بعد مغادرة وفدها من مصر حيث توجرى المحادثات أن الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل للتواصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة قالت حماس في بيان وجهته إلى الفصائل الفلسطينية إن الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجها للدوحة مضيفا أن الاحتلال رفض عمليا المقترح المقدم من الوسطى ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية أضفت حماس أن موقفها هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منطق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جرافث إنه لم يسمح لأحد بالدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه وذلك منذ ثلاثة أيام أضف جرافث أن إغلاق المعابر الحدودية حالة دون إمداد غزة بالوقود مشيرا إلى إقاف حركة عبور شاحنات المساعدات والموالدات والمياه والكهرباء والأشخاص والمنتجات إلى القطاع أضف المسؤول الأممي أن المدنيين يقتلون ويتدورون جوعا في غزة أقل الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي المسؤول عن أمنه الشخصية وذلك بعد يومين من تأكيد السلطات الأوكرانية أنها أحبطت مؤامرة روسية هدفت إلى اغتيال زلنيسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين يأتي ذلك بعدما أعلن جهاز الأمن الأوكراني تفكيك شبكة عملاء لأجهزة الأمن الروسية كانت تعد الاغتيال الرئيس الأوكراني ومسؤولين كبار آخرين إضافة إلى اعتقال ضابطين أوكرانيين ينتمين إلى هذه الشبكة